رغبة منها في تقريب ناشئة ومحبي كرة القدم الوطنية في مختلف فئاتها وإيماناً بدورها الفعال في تنمية قدرات مواهب الغد سلمت الجامعة الملكية المغربية للمسؤولين بمدينة طنجة ملعب الزيئة هذا الملعب اللي بصراحة كيتواجد في مكان محادي للملعب الكبير وبجانبه ملعب آخر كانت منه أنه يكون دفعة أخرى للشباب ديال المنطقة كان عطيه اليوم أرضيها في مستوى رفع كانت منه أنها تساهم في المستوى والمرضودية ديال الشباب والنسئة فكانت منه أن هذا المختطس ديال الجامعة الملكية المغربية اللي تعميم الملائب في هذا المستوى أنه يساهم في تطوير كرة القدم ويساهم في تطوير الناشئة ديالنا في هذا اللعبة اللي يلعبها يعني شعبية الملعب 108 الذي يندرج ضمن سلسلة ملاعب قدمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى مختلف المدن المغربية يأتي ليكون أحد ركائز تطوير البنية التحتية للمدينة خاصة وأنه بجانب المركب الكبير لمدينة طنجة في هذا اليومين تم تشتين هذا الثالث في المنطقة وفي العصبة ديال الشمال بعد المضيق وأمسا واليوم هذا وهذا تيدخل في إطار السياسة كما قلت اللي كانت تنهجر جامعة الملكية باش تعطي لهذا باش تتدير ملاعب باش يكونوا روافت إن شاء الله ديال تطوير كرة القدم خاصة تطوير الكرة القدم في طبيعة الحال احنا نصارين إلا باش نخلقون نجوم في المستقبل إن شاء الله وهذه الملاعب لك تتهلك المأمورية بزاف لأن البنية التحتية هي أهم شيء في كرة القدم وإن شاء الله كما نقول لك فالبادرة طيبة اللي كتقوم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هو ملعب متكامل مخصص إذن لإجراء مباريات الفئات الصغرى والهوات وكذا العصب وسيكون لا محالة بداية لتفريخ نجوم المستقبل يعودون بالنفع على الرياضة بمدينة طنجة وعلى الرياضة البغربية عامة